موسيقى آثة التدخين تمد ما خالبها لتنال من أغلب فئات المجتمع لكنها ما إمتطال فئة الأطفال والمراهقين تكون أقرب لتدمير جيل كامل من الناحيتين الصحية والاجتماعية موضوع التدخين في المدارس حقيقة فيه العديد من الأسباب يمكن ما نحيط فيها علما كاملة بحاجة إلى دراسات ولكن هناك العديد من الدراسات في هذا الموضوع أثبتت بأن التنشاء الاجتماعية تلعب دور في هذا الموضوع نظريات التنشاء الاجتماعية ظاهرة تدخين الطلاب باتت منتشرة في أغلب مدارس المملكة لا تجد لها أي رادع أو قانون يمنح إداري المدرسة الصلاحية لمعاقبة هذه الفئة من الطلاب هذا ما سمح للفاق السوء بتناقل مثل هذه العادة السيئة فيما بينهم موضوعنا عن التدخين وحقيقة التدخين قضية بتأرقنا كمدارس لأنه احنا مقيدين تقريبا بسبب عدة أمور الأمر الأول أنه لا يوجد شيء في القوانين الموجودة في المدارس ممكن يعاقب بشكل حاسم قضية التدخين والأمر الثاني أنه التدخين ظاهرة عامة يعني ممكن الطالب اللي ممكن بيكون بدخن جاي من أسرة مدخنة أصلا بقالات ومحلات تجارية تفتح أبوابها أمام الناس وتبيع السقائر للطلباء متناسيين القرار الحكومي الصادر عن وزارة الصحة القاضي بعدم بيع السقائر لمنهم دون الثامنة عشر أنا صاحب ميني ماركت في حي قريب من مدرسة الذكور محلي زي أي محل ببيع دخان بلاحظ قبال الطلاب المدخنين على شراء الدخان أكثر من أي شيء ثاني السبب في رأيي للدخان في هذا العمر هو البيت يعني مش إنه قرب أي محل من المدرسة ورفقاء السوق تلك الظاهرة تبقى مسؤولية مجتمعية ما بين الجهات المسؤولة والأسرة والمدرسة وتغيب وعي الطلاب سيسهم في تفاقم هذه المشكلة لبرنامج من نوفينا إسلام القطان